الأميرة للا حسناء بعد أن قصت الشريط الرمزي للمتحف الوطني للحلي قامت بجولة في مختلف قاعات المتحف وتشمل قاعة المتحف الوطني للحلي التي زارتها الأميرة للا حسناء قاعة التطور التاريخي للحلي وعملية التصنيع وقاعة تاريخ الزي المغربية إضافة إلى قاعة حلي الرجالي ومستلزمة الخيل كما تشمل هذه القاعة قاعة المجوهرات الأمازيغية وقاعة الخصائص الإقليمية لمراكز الانتاج الرئيسية للحلي الحضرية ويقدم هذا المتحف نظرة شاملة عن التاريخ الغني للحلي والمجوهرات بالمغرب من قلع اليوم الممكن لنا إلا نكون جد سعادة ومسرورين بإعادة تأهيل وافتتاح متحف قصبات الودايا تحت اسم المتحف الوطني الحلي وبالخصص بتشريف من صاحبة سمو الأميرة الجليلة للحسناء بالفضل كله بالأساس كيرجع لصاحب الجلال الملك محمد III نصره الله والرؤية المتبصرة أن تأتوا من أجل النهوض بالقطاع التقافي عامة والمتحفي خاصة بعد إحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف اليوم المتحف الوطني الحلي كي يجي من أجل توصي على الخارطة المتحفية اللي قد ادخل بها مدينة الريباط عاصمة التقافة وطورات عالمي في الأي حق الونسكو منذ سنة 2012 المتحف كيف تتح الأبواب ديالو بمعرض مختلف لكن نحن واحد المصار منقسم إلى خمسة أجزاء كان قد نتعرفون خلاله على تاريخ الحيلي طرق الصياغا تأتا الأنواع ديالها بما فيها الحيلي الرجالية والنسائية وفي نفس الوقت الحيلي العصرية إثرى ذلك زارت الأميرة للاحسناء قاعة العرض المؤقتة للمتحف وتعرض في هذه القاعة أعمال ثلاثة مبدعين مغاربة وهم تام التازي وزهور الرئيس ألبير أوكنين وبفضل عمليات التجديد التي خضع على هذا الفضاء في احترام تام لروح المكان والطابعه الأصيل بات المتحف نقطة جدب جديدة للقطاع السياحي يالها من سعادة ويالها من شرف أن يحضى هذا الفضاء بالتتشين من طرف الأميرة للاحسناء نشعر بالسعادة الغامرة لتفضل جلالة الملك بوضع مجموعته الخاصة من المجوهرات الأمازيغية رهن إشارة المتحف والمؤسسة الوطنية للمتاحف حيث سيتمكن العموم من التعرف على هذه الحلي وهذا المتحف يمكن المغاربة والزوار من التعرف على مختلف أنواع الحلي والمجوهرات ويمنح المتحف فرصة للسفر في تاريخ الحلي وستشاهدون كيف سيمكن هذا المتحف من إغناء العرض السياحي المغربي وعرض المتاحف بالمغرب وفي أعقاب هذا الحفل قدم رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف للأميرة للاحسناء كتابا يخلد مرور عشر سنوات على إحداثه هذه المؤسسة ويعد المتحف الوطني للحلي تحفة معمارية تحكي فصولا هامة من تاريخ المملكة المغربية حيث يمثل فضاء لتقاسم التراث المغربي التاريخي ويشكل افتتاح المعرض إضافة نوعية في مجال إغناء التنمية الثقافية بالعاصمة المغربية الرباط ترجمة نانسي قنقر